السلام عليكم معاكم أدهم من Game Tech واليوم بعطيكم كل المعلومات الرسمية عن لعبة الأكشن والمغامرات Horizon Forbidden West وهذا الجزء بتدور أحداثها في أمريكا ولما توصل إيلوي لل Forbidden West بتكتشف أسرار بتغير حياتها للأبد وبتلاقي عشبة حمراء غزة المكان وبدأ الجوع والمجاعات عند القبائل والحيوانات لأن تقريبا كل شي صار فاسد حتى الطقس صار غريب وخارج عن السيطرة ومهمة إيلوي بتكون أصعب هذه المرة لأنها بتواجه تهديدات أكبر من كل النواحي عن الجزء السابق وبشكل رسمي صرح للسيديو أنه ما في أي أوقات تحميل سواء عند الانتقال السريع أو تحميل الحفظ وعالم اللعبة بكون أكبر وفي تفاصيل أكثر وأقوى من Horizon Zero Dawn وخريطة اللعبة كلها قابلة للاستكشاف حتى تحت الماء في هذا الجزء بتلاقي حضارات قديمة وأماكن تستكشفها وبكون في وحوش أخطر ومنتشرين أكثر بكل مكان في عالم اللعبة ولازم مثل الجزء الأول أنك تفحص الأداء عشان تلاقي نقاط ضعفهم ولا بيكون القتال معهم أصعب واحد الآلات الجديدة اللي شفناها في العرض اسمه شيل سنابر اللي يقدر يحفل الأرض ويثبت نفسه ويدخل في سبات لمدة أيام وأسابيع حتى يصير مثل ما أنتم شايفين جزء من الطبيعة اللي حوله بالعربي الوضع بيكون غدرات مع هذا الآلي وفي نوع جديد اسمه بريسل باك اللي غالبا ينتقل مع القطيع أو في مجموعات وفي حال اقترابك منه بيصير عدائي جدا وبكون في قبائل جديدة سواء صديقة لك أو معادية وبعض هذه القبائل بيكون مواجهتها أصعب من الجزء السابق بسبب أنهم لقوا طريقة يسلطروا على الآلات ويستخدموها في المعارك ووحدة من هذه الآلات المامث الضخم هذا وبكون من أقوى الآلات ومليان أسلحة قوية وحتى البشر نفسهم بتكون أسلحتهم تطورة ومختلفة عن الجزء الأول واللعبة الرسمية ما بتصدر مع أطلاق بلايستيشن 5 لكن بتصدر في 2021 وما في أي أخبار عن دعم اللغة العربية لللعبة أبي تكتبوا لي رأيكم في التعليقات وتوقعاتكم لهذا الجزء